مسلسل البر أولا أبطال المسلسل الفنان محمد رمضان في دور أيمن البر الفنان أمير كرارة في دور عبد الحميد المطعن مع ملاحظة أن الفنان أمير كرارة سيظهر في الحلقة الثالثة ضد محمد رمضان في المسلسل الفنان إيمان العاصي في دور مونة بنت عم أيمن البر الفنان بهاء صروض في دور عيد القعفري صديق صاحب أيمن البر الفنان فتوح أحمد في دور منصور عم أيمن البر ثانيا يلا بينا نقرى ملخص المسلسل الحلقة الأولى من مسلسل البري في إحدى قرى الصعيد في عصرنا المحاصر هذا كان في شب صعيدي أسمه أيمن البر وكان عمره 30 سنة وأيمن البر كان من عيلة كبيرة قوة في الصعيد أسمها عيلة البري وأيمن كان مع أخ أصغر منه في الجيش كان أسمه أحمد وكان أحمد بيخدم في جيش الدخلية ولكن أيمن البر هو أخ أحمد كانوا مش بيطيقوا بعض شوية كانوا عاملين زي ناقر ونجير لذلك كانوا على الفاضي والمليانة بيتخنقوا مع بعض وأيمن البر كان بيحب بنت عم مونة وكان حلم حياته أن يتجوزها وبنت عم مونة كمان كانت بتحبه ولكن المشكلة أن والد أيمن البر سليمان كان بينه بين أخوه منصور اللي هو يبقى والد مونة كان ما بينه مشاكل وخلافات كثير بسبب حطة أرض أختلفوا فيها في المراس بأنه مين ياخدها من التاني لذلك أيمن البر لما طلب من أبوه سليمان بأنه يتجوز بنت عم منصور اللي هي تبقى مونة أبوه رفض بسبب مشاكل الخلافات اللي ما بينه وبين أخوه منصور وبعد فترة قصيرة والد أيمن البر سليمان جاله مرة شديد جدا وفي أيامه الأخيرة راح جاه لي أخوه منصور وزاره وكلمه رغم أنه بقاله سنين مش بيكلمه ولكن منصور عمل كده غصب عنه لأنه سليمان والد أيمن البر يبقى أخوه وطبعا ما ينفعش يموت هو ومخاصمه فكان لازم يكلمه وبعد كده والد أيمن البر مات وبعد كده منصور عمي أيمن البر طلب منه أن يمضي لي ورق التنازل بالأرض اللي كان مختلف فيه هو أبو سليمان وفي اللحظة دي منصور وعد أيمن بأنه لو نفذ طلبه ده هيوز لي بنت مونة وأيمن وافق ومضى على ورق التنازل وأيمن طبعا عمل كده علشان بيحب بنت عم مونة وطمعا بأنه بعد اللي حصل ده لما يتقدم ليها عم منصور ما يرفضش ويوافق على طول ولكن أحمد أول ما نزل أجازة من الجيش عمل خناقة كبيرة كوي مع أخوه أيمن البر بسبب أنه مضى ورق التنازل عن أرضهم لعم منصور فراح أحمد قال لي أيمن بأنه عمل كده علشان خاطر واحدة مرة فراح أيمن تنرفز بسبب الكلمة دي وضرب أحمد بالقلم ولكن أحمد بسبب كبر السن اللي بينه وبين أخوه أيمن رفض يرد القلم وقال لي بأنه هو حيمشي الجيش ومشى ومش حينزل أجازات تاني وحيسيب البلد يشبع بيها وفعلا مشى أحمد الجيش وفي واحد كان صاحب منصور الروح بالروح وكان أيمن وكان دايما يساعد وقاعد معاه والواحد ده كان اسمه أبو الحسن وفي يوم من الأيام أبو الحسن ده قال لمنصور بأنه فيه دكتور مشهور جدا اسمه شاب وحالته المادية حلوة جدا والدكتور ده شاب بنتك مونة وعايز تجوزها فراح قال منصور بأنه أدى كلمة لابن أخوه أيمن بأنه تجوز مونة ودلوقت ما ينفعش أوافق على الدكتور ده بالسبب الموضوع ده وبعد كده راح قال أبو الحسن بأنه أيمن البري لسه قدامه كتير ومجاهز وأنه لسه ما عملش ولا حاجة في الشقة بتاعته لكن الدكتور ده كل حاجة مجهزة ومستعد يعمل الدخرة من بكرة وبعد كده أبو الحسن فضل يضحرب ويلف ورد ماغ منصور لغاية لما أقنعه أنه يخلف وعده وكلمته مع أيمن البري علشان يجوز بنته للدكتور وبعد كده منصور قال لأيمن البري بأنه فيه دكتور مشهور جدا عايز تجوز مونة وقال ليه كمان بأنه لو عايزها هو يجهز شكته وكل حاجة في خلال شهر أو اثنين بالكتير وقال ليه كمان بأنه لو مجهزش كل حاجة في خلال الشهر أو الاثنين دول حيجوز بنته مونة للدكتور وطبعا كان من الصعب والمستحيل على أيمن البري بأنه يجهز شكته وكل حاجة في خلال الشهر أو الاثنين دول لأنه الحالة المادية عنده ضئيلة جدا وحاله على كده وبعد كده أيمن البري لما قاعد عند صاحبه عيد الجعفري طالد منه أن يشوف ليه حل في المشكلة اللي هو فيها ديه وعيد الجعفري قال لي بأنه الحال الوحيد لمشكلته ديه هي أنه يرهن الأرض تاعته كلها وكمان يبيع كل البهايم بتاعته وأيمن البري فعلا راح رهن أرض كلها وباع كل البهايم اللي عنده وعيد الجعفري علشان خاطر بيحب صاحبه أيمن البري عمل معه حركة جدعنا قوي وهي أنه راح باع البهايم بتاعته ودى الفلوس بتاعتها لأيمن البري وقال لي بأنه يعتبر الفلوس دي سلف منه ويبقى يرجحهم بعدين لما ربنا يكرمه ويوسحها عليها من فضله وأيمن البري فضل يشكر صاحبه كل شوية بسبب جدعنته وشهامته دي معاه وبعد كده أيمن البري راح كلم قاول معمار كبير كده في البلد وأتفق معاه أنه يبني شكته ديه في أقل وقت ممكن وفي أسرع وقت وبعد كده أيمن البري راح اشترى كام طن حديد علشان يبني بيهم أول الأساس بتاع الشقة تاعته وبعد كده منصور عم أيمن البري أول ما سمع أنه أيمن عمل ده كله حس أنه خلاص حيعمل الشقة تاعته وحيجهز نفسه في خلال الشهر أو الاثنين دول وبعد كده راح قال منصور لصاحبه أبو الحسن بأنه أيمن البري خلال خلال شكله حياخد بنته وهيطير الدكتور اللقطة ده أحسن من أيمن البري وما فيه زيه وبعد كده أبو الحسن قال لمنصور بأنه هو ملووش دعوة بالموضوع ده وأنه حيتصرف لكن بطريقته وحنشوف بقى في الحلقة الجاية إن شاء الله ومن هنا تنتهي الحلقة النهاردة إلى اللقاء في الحلقة القادمة من مسلسل البري وحنشوف بقى الحلقة الجاية هل بنت عم أيمن البري مونة حتجوزه ولا حتجوز الدكتور تابعونا في مسلسل البري تأليف وإخراج أحمد سعودي عزيز المشاهدة تنسانا بالاشتراك والقناة وعمل لايك لتدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته